سيد أحمد هل في اعتقادك سيكون هناك تنسيق خلال هذه الزيارة مع جامعة الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد؟ يعني مصر تقود مصر والإمارات تقودان اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية ومع عدد من الدول العربية لتحقيق استفاف عربي أولا لوقف التدخلات الخارجية في الشأن داخل الليبي أخراج العسكريين الأطراق والمرتزق السوريين من التراب الليبي زيارة المشير خليفة حفتر تحمل عدة جوانب سياسية وعسكرية القاهرة الآن تضغط لتفعيل الحل السياسي بشكل كامل لا يمكن توقيع أو تفعيل تفاقية الدفاعة المشتركة ما بين الدول العربية الدفاع العربي المشترك لسبب بسيط أن المجتمع الدولي لن يؤمن بها لأن هذا الجسم الجيش الوطني الليبي لا يوجد عليه إجماع كبير من المجتمع الدولي المجتمع الدولي يؤمن بأن الجسم السياسي الممثل لليبيا هي حكومة الوفاقة المعترف فيها دولين هم يعترفون بحكومة الوفاقة إذن ستفعل مصر اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع من مجلس نواب الليبي هو كيان تشريعي هو المعترف فيه دوليا زيارة المشير أعتقد أن مصر لديها رؤية لتفعيل الحل السياسي وقطع الطريق على أنقرة لترسيق تواجدها العسكري بشكل كبير لأن هذا التدخل العسكري يؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار مصر الأوراق المصرية أولا توحيد جبهة الشرق الليبي في إطار الحركات التي تقوم بها لتفعيل الحل السياسي لأن هناك البعض يتحدث أن القيادة العامة للجيش الوطن الليبي لديها رؤية للحل والبرلمان الليبي لديه لؤلاء الحل لا أقول خلاف لكن تباين في الرؤى مصر تريد توحيد الصف الليبي توحيد صفوف الكائنات السياسية في ليبيا في الشرق الليبي دعم المؤسسة العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب وضد المرتزقة بعد إعلان الأمم المتحدة أن الأطراف الليبية وافقت على الانخراط في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية بسجة 5 زائد 5 ولكن ألا يجب أن يسبق هذه التحركات ألا يجب أن يسبق هذه التحركات إرساء حسن النواية على الأرض بانسحاب أو بإيقاف إطلاق النار إطلاق النار لن يتم وقفه في ليبيا أبدا حتى في حال تفعيل اجتماعات العسكريين الليبيين كنا بالأمس في ندوة عبر الفيديو كونفرنس مع اللواء أحمد المسميري سألناه عن هذه النقطة تحديدا هل أنتم واثقون من أن حكومة الوفاق بميليشياتها ومرتزقتها سيحترمون اتفاق وقف إطلاق النار؟ قال لن نوقف إطلاق النار ونتوقع فشل أي جوالات أو محادثات مع وفد الوفاق محادثات العسكرية بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على القرار لكننا نقدم حسن النواية نقول أننا مستعدون للانخراط في أي عملية تدفعنا للحل وأكد أن ذلك يأتي في إطار تحرقات تقوم بها القيادة العامة لوقف التدخل الخارجي ألم يكن مسار برلين سيد أحمد سيطالب رئيس السيسي بشكل واضح ألم يعتبر ذلك إعادة لنفسي سيناريو مؤتمر برلين؟ يعني حفتر ذهب إلى هذه المشاورات كي يثبت للعالم بأنه قابل للحل السياسي وهو واثق بأن أردغان لن يوقف هذه التدخلات في ليبيا إذن هل نحن هنا ندور في حلقة مفرغة؟ وكان هذا سبب الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الإماراتي السيد عبدالله بن زايد ومع وزير خارجية إيطاليا وزير خارجية فرنسا ووزير خارجية ألمانيا ومنذ قليل صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية تحدث سامح شكري بشكل واضح وحاسم مع نظيره الألماني بضرورة تفعيل مخرجات مؤتمر برلين وهذه المخرجات تقضي بمنع التدخلات الخارجية في أشان الداخل الليبي ما إخراج العسكريين الإتراك أيضا لذا تضغط مصر على الدول الأوروبية وتعمل على توحيد صفوف الأطراف الليبية بشكل كامل على بنود محددة وواضحة والقيادة المصرية ستدعم التحركات الليبية ممثلة في مجلس الوارد الليبي ممثل الشرعي والقيادة العامة للجيش الوطن الليبي